بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جمع الترمينال تقني رياضي ورياضي اليوم إن شاء الله رح ندير ملخص شامل حول محور الأعداد والحساب لنسميه الجبر كما تعلمون بولادي ابنتي رهكين بتوفيق من الله جل وعلا أن نصنعنا كتاب اسمه الأعداد والحساب وره يتبع في جميع الولايات فيه الملخص وفيه ليباك وفيه المواضيع المقترحة بالحل المفصل وره موجود قلت في المكتبات كذلك الولاد عنا نديره اليوم إن شاء الله ملخص واللي يحب يشوف مثلا فيديو رهكين فيديو كبير جدا يحكي على الدرس اللي هو في 14 ساعة ونص هذا فيه كل الأشياء مع كل عنصر عنا أمثلة بزهبة تتمكن منه أما اللي يحب يعني يربح الوقت كذلك ولا يهموا أنه يديغي الملخص ويمشي عنا الملخص هذا راح ندرسه عليهم ليهم ليه لما ندرسه ذو الملخص إن شاء الله بعدها نبدأ ونديره سلسلة دير لاباز في الأعداد والحساب أو في الجبر زيدوا تتمكنوا إن شاء الله منه بإذن الواحد الأحد تبعوا معي الله يفتع ليكم نقطة نقطة حيث قال واحد قابلية القسمة في زاد لما نقول الأعداد في زاد معنا نقصده الأعداد السليبر الموجب مثلا نقص خمسة خمسة ثلاثة نقص ثلاثة هذو الأعداد في زاد قال تعريف آوى بعددان صحيحان مع آ لا يسوي السفر نقول أن آ قاسم لي بي وش يعني؟ يعني وجود عدد صحيح بحيث بي يسوينا ماذا؟ يسوينا آ في كا مثلا نقول عشرون أو نعم نقول مثلا خمسة يقسم ماذا؟ يقسم عشرون فإن عشرون تسوينا خمسة في أربعة هذا وش نقول؟ ونقول آ يقسم بي وبي مضاعف لآ هذو مصطلاحات أو بي يقبل القسم على آ هذو كامل؟ يعني كما نقوله إكسيستو قال خواص آ وبي وسي وأم وأن أعداد صحيحة غير معدومة قال إذا كان آ قاسم لي بي فإن آ قاسم لآن في بي مثلا نقول مثلا خمسة قاسم لعشرون فإن آ خمسة قاسم لعشرون في ثلاثة لهو ستون صح قال كذلك إذا كان آ قاسم لي بي وبي قاسم لسي فإن آ قاسم لسي بخصية تعدي عن كذلك إذا كان آ قاسم لبي فإن آ آ قاسم لآن بي مثلا نقول خمسة قاسم لعشرون فإن خمسة في أربعة قاسم لعشرون في أربعة كيف كيف كذلك إذا كان آ قاسم لبي وسي آذى آ قاسم لبي وسي فإن آ قاسم لماذا لآن بي زايد آم سي وهذه العلاقة نحتاجها بزارة في حل تمارين عنا حلاء خاصة إذا كان آ قاسم لبي قاسم لمن لبي وسي للزوج فإن آ قاسم لبي زايد سي وآ قاسم لبي ناقص سي هذا الخواص شفوا عليه مليح مليح قاد ترميز لما نصبوا هذا الرمز نقول يقرأ هذا الرمز أنه نديروا هنا آ كفوق والبي التحت ونديروا خط بينتهم يقرأ آ قاسم لبي لأنه بعض المرات تسيبوا في بعض الكتب والله تقول هذه وش هم يقاصد راه قاصد باللي آ يقسم بي ملاحظة قال واحد للعددين الصحيحيني بي ونقص بي نفس القواسي مثلا ثمانية ونقص ثمانية عندهم نفس القواسي عندنا كل عدد صحيح يقبل القسم على واحد ونقص واحد صحا ثالثا كل عدد صحيح غير معدوم قاسم لصفر يعني صفر يقبل القسم على جميع الأعداد عندنا إذا كان آ قاسم لمن؟ لبي و وماذا؟ وبي قاسم لآ فإن آ يسوي بي هذه شفوا عليها مليح إذا كان الآ يقسم بي والبي يقسم بي فإن هذا الآ هو نفسه بي ضحط يعني نقطة أولادي عنا بعدها أولادي تمرين تطبيقي قال عين الأعداد الصحيحة آن حيث حيث 11 يقسم آن زائد خمسة 11 واش يقسم؟ يقسم أن آن زائد خمسة هو قال يعين الأعداد الصحيحة آن الحل 11 يقسم العدد آن زائد خمسة هذا واش يعني؟ إذا وفقت إذا وجد عدد صحيح اسمه كا حيث ماذا؟ حيث مثلا نعطيكم مثل غبلا قلنا نقول مثلا قلت خمسة قاسم لمن؟ لعشرون فإن عشرون يسوينا خمسة في أربعة ذا أربعة هو وجود كا هنا كذلك أنه 11 تقسم آن زائد خمسة ما معنى؟ معنى آن زائد خمسة يسوينا كا في 11 ننقل هذا من نا يصبح أن آن يسوينا 11 كا ناقص خمسة معا كا عدد صحيح وكل من عوض هنا قيم كا كل من تحصل الأعداد الصحيحة فقط هذه باش تعلموه ثانيا بعدما كمنا القابلية القسمة والخاوص هذو اللي تعرفوهم بسكوبا هلو بمتمرين قالنا القسمة الإقليدية في زاد قال مبرهنة آوة بعدادان صحيحان مع آ مع ب لا يسوي صفر توجد ثنائية وحيدة لهي كي وآر من الأعداد الصحيحة بحيث ماذا آ شوش يسوينا بي في كي زيد آر من شروط هذا الآر أنه يكون أكبر أو يسوي صفر وأصغر من القيمة المطلقة لبي لحظوا معي مليح باشتفهم واحد الحاجة معناه لأن هذا آر الولاد الباقي هذا لازم يكون عدد طبيعي عملية البحث عن الثنائية كي وآر تسمى القسمة الإقليدية في زاد قال نسمي كي وشنسميه حاصل القسمة الإقليدية لما نقسمه آ على بي مثلا نقسمه عشرون لا من لاحظوا معي مليح عشرون مثلا على ستة وش نصيبه هي ثلاثة في ستة زائد اثنان ثلاثة في ستة زائد اثنان اثنان هذا وشن هو هو باقي القسمة الإقليدية والآر اشتوه هو مثلا والكي هو حاصل القسمة احنا لما قسمنا عشرون على ستة صبنا شعال صبنا النتيجة ثلاثة والباقي اثنين يعني هذه الثنائية ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين هذا الثلاثة تسمى الحاصل والثنين يسمى ماذا؟ يسمى الباقي بش نفهمكم لأن دائما القسمة بيزاد حولوا أمثلة بسيطة بتفهموا القواعد هذا قال ملاحظة هامة آر عدد طبيعي يعني الباقي الشرط التعوي لازم يكون عدد طبيعي لقدرنا القيمة المطلقة هنا لي بي أعلى لأنه بي عدد صحيح مش نتعلم لي ما تنجمش تقولي الباقي هو ناقص ثلاثة لا الباقي ثلاثة نوافقة ناقص ثلاثة لا قال مثال عندنا عشرون يسوينا أربعة في خمسة زائد سفر هنا كي شعارة هنا يا كي مثلا نرى ربعة والآر سفر هنا مثلا ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون يسوينا ناقص عشر في خمسة زائد اثنين هنا أرش عارة راه ثنين لأننا قلنا هو عدد كيف هو عدد طبيعي باش تفهمون لي نأتي بعدها أبنائي كذلك إلى كيفية إيجاد قواسم عدد طبيعي يعني قاعد هذا السؤال نحكو عليهم بعد كي نجل حلو التمارين ننصيبوا روحنا هذا الملخص فهمناه معناه تقولي ماستغربش كيفاش حلو التمارين لاحظوا قالنا لإيجاد قواسم عدد طبيعي كأول نوش نديره لاحظوا معايا نحلل هذا العدد إلى جداء عوامل أولية مثلا لاحظوا معايا مليح مثلا عندنا يعطونا عدد روحوا نحللوه لأعدد أولية مش كون هي الأعدد الأولية كيفاش نبدأوا في الأول عدد الأولي اللي نبدأوا بها عندنا مثلا صارتنا 27 الآن تحصلت على مثلا حاو مثال عندنا الكاتل تحصلت مثلا حال Cinemu وهكذا 2 مكعب في 3 مربع في 5 مكعب في 7 مثلا هذا هو العدد التعكين نحتي نخرج عدد كبير عدد قواسيم الكاهية نجيب الأس الأول ونزيدوه 1 في الأس الثاني ونزيدوه 1 في الأس الثالث ونزيدوه 1 مثال تعنا هنا عاوض القواسيم عندنا هنا 3 ونزيدوها 1 2 ونزيدوها 1 3 ونزيدوها 1 والواحد ونزيده الواحد لما نجمعه تصبحنا هذا تصبحنا ربعة في ثلاثة في ربعة في اثنين شعال تعطينا 96 قاسم لهذا لاتت إذن هكذا كيفاش نديره باش نجبده عدد قواسم عدد طبيعي لدي نحلل له ومبعد نقبضه القوة نزيده الهدين من واحد 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 ونضربهم في بعضهم البعض العدد اللي لقينا هو عدد القواسم باش تفهمون له عنا كذلك حاجة واحدة أخرى اللي هو القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين اللي نسموه البيجي سيدي دي جالك مطلعته بيكري دي احتجاح التفل كاتريماني والبريمياراني إذن هنا كذلك البيجي سيدي اللي هو A و B عددين طبيعيين D A و D B مجموعة قواسم العدد A و شكول العدد B على الترتيب كم قولوا D A رانا قصدين قواسم العدد A D B رانا قصدين بها قواسم عدد B مجموعة القواسم المشتركة بين A و B هي ماذا؟ لا دايما نحن نقول مجموعة مشتركة دايما تقاطع مجموعتين المجموعة D A تقاطع D B والعنصر الأكبر في هذه المجموعة هو اللي نسموه ماذا؟ نسموه البيجي سيدي نكتب هكذا البيجي سيدي لأ و B يساوينا D حيث هذا D و شن هو؟ هو عدد طبيعي قاس المشترك يجينا عدد طبيعي نتائج A و B عدد طبيعي إذا كان سي A سيمو المشترك لمن؟ لأ و B يعني البيجي سيدي لأ و ب هو ماذا؟ هو سي تبعوا معي مليح مليح إذن قلنا و ماذا؟ لحظوا معي إذن البيجي سيدي لأ و ب هو سي و ماذا؟ شوفوا معي و A يساوينا B في Q زيد سي فإن C قاسم ل R دون مثال باتفهموا البلاد بالأمثلة تفهموا كلش خمسة قاسم لثلاثون ولمن قاسم هذا الخمسة للثلاثين ولمن أولى العشرين لهذا ها خمسة قاسم لثلاثين و عشرين فإن ماذا؟ A و A يساوينا B في Q زيد سي السمع معي مليح ثلاثون يساوينا عشرون في واحد زائد عشرة فإن ماذا؟ فإن خمسة قاسم لعشرة ها و كيف رأي يقول فإن C قاسم لR هاي لكم خمسة تقسم واش؟ تقسم منها العشرة اشفوا على ذلك النتائج رحموا لديكم قال كذلك ثانيا إذا كان البيجي سيدي لمن؟ لأ و ب يساوينا D وش يساوي يساوينا D فإن ماذا؟ فإن يوجد عددان طبيعيين عددان كيف؟ عددان طبيعيين هذه الخاصية لازم تحفظوها مليح مليلي لأن ياما يطاحت فر بك بزر إذا اللحظوا معي البيجي سيدي أو ب يساوينا D فإنه يوجد عددان طبيعيين بحيث هذا العددان الطبيعي هو A فتحة و B فتحة شوفوا شتاة تساوي هذه العلاقة A يساوينا D في A فتحة و B يساوينا D في B فتحة حيث البيجي سيدي بين A فتحة و B فتحة يساوينا واحد ما معنى ها كان سيبوا دائما البيجي سيدي يساوي واحد و نقص دون لعددان هذو أوليان فيما بينهما شوفوا على هذه العلاقة إذن A يساوينا D في A فتحة و B يساوينا D في B فتحة هذا السؤال دائما يجينا مرات أو جديد ثنائية أو A B و رحو الكتاب من درسي سيبوا التمرين محلول فيها قال خواص خواص ماذا؟ خواص البيجي سيدي إذا كان عندنا A ينتمي الآن نجمة يعني أعداد طبيعي غير معدوم والB كيف كيف وR باقي قسمة A على من؟ على B فإن كنا قسم A على B الباقي اللي هو A PGCD A و B شوش تا يساوي الولاد؟ يساوينا PGCD B و R نعاود عندنا كنا قسم A على B يعطونا D يعطونا وش؟ يعطونا D أو يعطونا R صحة إذن قلنا كنا قسم A على B وش يعطونا؟ يعطونا R الباقي التأليب قبيناتهم هو R فإن PGCD A و B يساوينا PGCD B و R وذلك جاءت في 2013 ما تلا قال كذلك PGCD لK في ماذا؟ في A و K B يساوينا هذا الكار عنده الحق كامل يخرج كامل من PGCD يساوينا K في PGCD A و B عندنا كذلك إذا كان A عدد صحيح غير ما تدوم و B نفس الشي و C و K نفس الشي فإن PGCD اسمعوا ما يعطوك هذا يسموه التمديد أننا كنا نتحدثوا غير مع الأعداد الطبيعية يضروك يبلوه أعداد صحيحة PGCD شوفوا الولاد كي يكون تعدد صحيحة هذي يكون أعداد صحيحة نديرهم قيمة مطلقة اسم ما كين ديرهم قيمة مطلقة الساكة كأنما صبحوا أعداد طبيعية إذن PGCD لم تعد أعداد صحيحة ديرهم قيمة مطلقة ديرهم قيمة مطلقة وتساوينا D لأن D عدد طبيعي عنا كذلك إذا كان B يقسم A B وش يقسم؟ يقسم A PGCD A و B هما أعداد صحيحة يساوينا ماذا؟ D هذا التعييه خرجه هو القيمة مطلقة لB علىها أستديد قيمة مطلقة لأنه قلنا دائما القاسم المشترك هو عدد طبيعي وهذا B جاء عدد صحيح اسم ما ما ينقبلش اسم ما لازم بيخرج خرج بالقيمة المطلقة عنا كذلك تمديد آخر إذا كان A عدد صحيح و B عدد صحيح و K عدد صحيح غير معدومة كلهم غير معدومة فإن PGCD K A و K B يساوينا القيمة المطلقة متاع K هنا نشوفوا خرج عدد طبيعي هنا يخرج لأنه عدد صحيح بالقيمة المطلقة إذن PGCD هذا هو الشيء سيؤل القيمة المطلقة لK في PGCD A و B لاحظتم له يعني هذا المرخص لازم تكتبوه ثم بعدها نكمل نأتي بعدها الآن إلى العنصر كذلك الثالث اللي هو ثلاثة مثنين المضاعف المشترك الأصغر اللي نسموه ال PPCM قال A و B عددان طبيعيان عندنا المجموعة M A و M B مجموعة مضاعفات للعددين A و B على الترتيب قال نسمي هذا التقاطع اللي هو M A تقاطع M B كيف نسموه نسموه مجموعة المضاعفات المشتركة بين A و B قال أصغر عنصر غير معدون من المجموعة M A تقاطع M B يسمى كيف نسموه هذه المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B ونرمز له بالرمز PPCM لمن A و B يسوينا M أكثر شوية أنه نرمز له B M مثل PPCD قال طريقة إيجاد PPCM قال نحلل العددين A و B إلى جداء عوامل أولية كما هدرنا عن PPCD ثم نأخذ جداء العوامل الأولية المشتركة المشتركة و غير المشتركة مرة واحدة لكن بأكبر أس ماشي كما PPCD PPCM ندو ماذا جداء عوامل الأولية المشتركة و غير المشتركة و مرة واحدة بأكبر أس المشتركة و غير المشتركة ماشي كما PPCD لحظوا عندنا خواص A و B عددان طبيعيا عندنا PPCM ل A و B يسوينا PPCM ل B و A يعني عملية تبديلية قال إذا كان B قاسم ل A فإن PPCM ل A و B يسوينا ماذا يسوينا A ماشي كما PGCD إذا كان B قاسم ل A فإن PGCD لمن ل A و B يسوينا B الآن في ال PPCM لا إسبحنا هو ال A شتو الآن قال إذا كان العدد الطبيعي لوندا قاسم للعددين A و B فإن ماذا فإن لوندا قاسم لل PPCM ل A و B عندنا كذلك رابعا A و B و لوندا أعداد طبيعية غير معدومة عندنا ال PPCM للوندا A لوندا B يسوينا لوندا في ال PPCM ل A و B كما PGCD تقريبا نفس الخواص لاحظتم لحظتم لحظتم إذن نتابع و عندنا كذلك العلاقة هذه مهمة جدا العلاقة لبين PGCD و PPCM هذه مثلا جزاف في الباكالوريا قلنا A و B و D و M أعداد طبيعية إذا كان السمع ما يملح PGCD ل A و B و D وال PPCM ل A و B و M فإن شوفوا العلاقة اللي تربط بين PGCD و PPCM أن المضاعف المشترك في القاسم يسوينا A في B يعني M في D يسوينا A في B هذه شوية لها مليح بليح عندنا ملاحظة نقول السمع نحن خلاص كمنا مع PGCD و PPCM ملاحظة نقول أن العدد الطبيعي ألفا أنه أولي إذا قابل قاسمين مختلفين من أن شكون هما متى يكون العدد أولي إذا كان يقبل القسم على الواحد وعلى نفسه فقط مثلا لو نروح إلى الثنين الثنين يقبل على الثنين وعلى الواحد لو نروح الحداعش مثلا على من يقبل يقبل على الهداعش وعلى الواحد لاحظتم مليح الواحد ما هوش أولي عليه لأنه يقبل غير على نفسه واحد يقبل غير على نفسه لاحظتم كيف الواحد قلت ما هوش عدد أولي قال إذا لم يقبل العدد ألفا إذا لم يقبل العدد ألفا القسم على أي عدد أولي لا يزيد مربعه عن ألفا فإن ألفا عدد أولي مثل ماذا؟ مثل 11 تبعوا ما أعمل الفكرة كيف أنا مثلا في الباكتة 2015 قالوا لأعطونه 89 قالوا أثبت أنه عدد أولي كيفاش تدير بطارف هذا العدد أولي وأنا دايما نصحكم لأخذ الكتاب مدرسي ذاكرين هذه الطرق انتاع كيفاش نصيبه هذا الشي اللولا واش يقول لك؟ لاحظ معي مليح أنه نحكم هذا الحداعش واش ندلها؟ نقوم بي نجذلوها نصيبوها ثلاثة فاصل وبعد لاحظوا معليه واش نروح ندل نحكم هذا الحداعش نقسمها على من؟ على الأعداد الأولية اللي صغيرة على ثلاثة فاصل شكونوا هما الثنين؟ الثنين والثلاثة ونعاود نحكم هذا في اللولو واش ندلو؟ نقوم لو بيعمل التجذير التاعه لما نجذلو نصيبوها ثلاثة فاصل واش نروح ندلو؟ العدد الأولي اللي جاي نعنيها ثلاثة فاصل تحت ثلاثة فاصل هي الزوج وثلاثة نحكم نقسم الحداعش على الزوج نصيب بالفرقيلة نصيب مرفوض نزيد نقسم على الثلاثة نصيب كذلك يعني ثلاثة نقسم الحداعش على ثلاثة ثاني نصيب ثلاثة بالفرقيلة إذا نقرع على أن هذا العدد أولي باش تفهمهم له مثلا نروحوا لعدد 19 قال كيفاش نتبت العدد 19 بلي عدد أولي ولا 89 مثلا 89 كيفاش نتبتها بلي عدد أولي أول شي نروح واش ندير؟ نجذروا إلا كي جذرت وديرك تخرجت لقيمة مباشرة ما فيها جبارقيلة نقرع على أنه عدد ليس أولي مثلا 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 واحدة وثمانية نروح نجذروها نصيبوها تسعة خلاص هذا ما هو عدد أولي الآن كيما 89 نصيبوها تسعة فاصل ما هي الأعداد الأولي اللي صغير على تسعة فاصل هي زوج والثلاثة والخمسة والسبعة نحكم هاكذا نحكم في الأول نحكم 89 تقسيم 2 نصيب بالفاصيلة خلاص نقسم على ثلاثة نصيب بالفاصيلة نقسم على خمسة نصيب بالفاصيلة نقسم على سبعة نصيب بالفاصيلة هنا نقرب للي عدد أولي هذي هي كيفاش نتبتو أولية عدد شفو علي همليح هذا هو شخصت هنا قال أهم المبرهانات مبرهنة بيزو مبرهنة بيزو تقول يكون العددان الصحيحان صحيحانة عدد سريب ومجب أوليان فيما بينهما إذا وفقت تكافر إذا وجد عددان صحيحان ألفا وبيطا بحيث ألفا أ زيد بيطا بي يساوينا واحد مثال 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 أنه ثلاثة وربعة كذلك أوليان فيما بينهما لأن ماذا هذه الموجودة وحدثون إياهنا واحد في ربعة زايد ناقص واحد في ثلاثة تولينا ثلاثة ربعة ناقص ثلاثة شعل تساوي وجد الألفا شعل يساوي وجد الألفا يساوينا واحد والبيطا يساوينا واحد ومن هنا نقر على أن ثلاثة وربعة أوليان فيما بينهما نقول على عددان أنهم أوليان فيما بينهما إذا كتبت هذه العلاقة ألفا في آ زايد بيطا في بي يساوينا واحد إذا صبناه يساوي واحد نقر أن ألفا وبيطا أوليان فيما بينهما ومشي أعداد أولية أولية لأن هنا الثلاثة وربعة أولية فيما بينها لكن الربعة موش عدد أولية لأنه يقبل قسم علامة على الثنين صاحة هذه فيما يخص مبرهنة شكون مبرهنة بيزو نأتي بعدها أبناء إلى مبرهنة قوس إذن عندنا مبرهنة بيزو مبرهنة قوس أ و ب و س أعداد صحيح سمعوا ما يملح إذا كان أ قاسم للجداء في أعفوا بي إذن إذا كان قلنا أ قاسم للجداء بي في س سمعوا ما يملح وكان أ أول مع بي فإن أ قاسم لمن لس أروحوا بالأمثلة بتفهموا دائما نوسيكم الأعداد والحساب كي تخلط عليكم دي الأمثلة بسيطة بالأعداد قال مثال خمسة قاسم لأربعة في عشرة وخمسة أول مع أربعة فإن خمسة قاسم للعدد عشرة وصح يكون قاسم عشرة على خمسة نصيبه أثنين هذا وش يقول قوس وهو من أكثر الأشياء اللي جينا بزاق الباكالورية على السرواحكم منه صاحة عنا كذلك عنصر مهم جدا كل عام ذا نصيبه للتقني ولا الرياضي اللي هو الموافقات لاحظوا معي الموافقات بعد جمعنا نمديرو شاء الله ثمانين زدوا تفهموا كامل هذا الملخصة لكن لازم تكون على الأقل تعرف هذا الملخصة قال الموافقات بترديد أن أن عدد طابعي غير معدوم قال القول أن العددين الصحيحين شوفوا أن طابعي غير معدوم لكن الأعداد الأخرين يجون أعداد صحيحة قال القول أن العددين الصحيحين أو بمتوافقان نشي متسويا متوافقان بترديد أن إذا كان لهما نفس الباقي باقي القسم على أن ونكتب خالي الكلام ما قل له تتبعوا معنا أولادي غير بالأقل ها نفهمه غير بالتي هي لو نجو نكه خلاص هكذا لو نجي بشرحه نقول مثلا مثلا 8 توافق لنا 3 بترديد 5 و 13 توافق لنا 3 بترديد 5 يعني كي نقسم شوفوا معي كي نقسم د على ال5 أشعى الباقي 3 و كي نقسم د على ال5 أشعى الباقي 3 نقول 8 توافق 8 توافق 13 بترديد 5 نقدر نكتب 13 توافق 8 بترديد 5 بحيث نقسم ذا على الخمسة نسيبه 3 ونقسم هذا على الخمسة نسيبه 3 هذوما الأعداد المتوافقة التي لهم نفسه الباقي نقول B يوافق لنا A بترديد 1 كيفاش تقرأ B يوافق A بترديد 1 ملاحظة X ينتمي إلى Z يعني عدد صحيح فإن ماذا X يوافق لنا 0 بترديد 1 على هالولاد سمعوا معي أمليح كل عدد كل عدد نقسمه الواحد شعل باقي التاوي 0 هذا وشا قاصد كل عدد مهما كان عدد صحيح يعني سربوا لما وجبنا قسمه الواحد الباقي التاوي شعل صفر ها هو قال خواص مهمة جدا خواص المهمة عندنا هذو لازم نتحافظهم لأننا نخدم بهم في التمارين قال A B C و D أعداد صحيحة نكسبوها كزير نقصده عدد صحيح 2 عدد طبيعي غير معدو 1 A يوافق A بترديد 1 كل عدد يوافق نفسه بترديد عدد طبيعي مثلا ثمانية توافق ثمانية بترديد 5 ضهتهم كل عدد يوافق نفسه لأننا احتفل حقيقة تعني لما توافق نفسكية تكون توافق نفسه واحد آخرين عنا ثانيا إذا كان A يوافقنا B بترديد 1 فإن B يوافقنا A بترديد 1 عملية تبديلية قال رابعا قال نعم ثالثا قال A يوافق B بترديد 1 فإن ماذا؟ إن قدر نجيب هذا من نا ولا العكس يقول لنا A ناقص بيوافقنا صفر بترديد 1 كأن ما نقلنا هذا من ننقل أي واحد فيه باشتعلمون لي صحا عندنا A يوافقنا B بترديد 1 وماذا؟ وB وفقنا C بترديد 1 خاصية تعدي فإن A يوافقنا C بترديد 1 خاصية تعدي عنا خامسا إذا كان A يوافقنا B بترديد 1 وسي وفقنا D بترديد 1 فإن نجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا يعني A زياد C وفقنا B زياد D بترديد 2 جمعنا الطرف لطرف صحا عنا كذلك سادسا آ يوفقنا بي بترديد آن و س وفقنا دي بترديد آن فإن نفس السيناريو نضربه هذا في ذا وهذا في ذا يولينا آ في سي يوفقنا بي في دي بترديد آن لاحظتوا كيفاش متعة يعني ما فيهاش هو يجلي إدوه نجو بعدها أبنائي إلى سابعا قال آ يوفق بي بترديد آن فإن ماذا فإننا قدروا نجو الموافقة التاعي نفس الموافقة نزيد لها عدد صحيح من نزع عدد صحيح من يولينا آ زايد سي وفقنا بي زايد سي بترديد آن عنا كذلك ثامنا آ يوفق بي بترديد آن واش نقدروا عنا الحق باش نقدروا نضربه في نفس العدد من في سي ومن في سي تولي آ في سي وفقنا بي في سي بترديد آن عندنا كذلك آ يوفقنا بي بترديد آن فإن القوة اللي نزيدها من نزيدها من ن إلا قلنا آ قوة 2022 يولينا يوفقنا بي قوة 2022 بترديد آن يعني بي قوة بي قوة بي صح عنا كذلك عاشرا آ يوفقنا بي بترديد آن عندنا الحق شفوذي خاصية ثانيكين نضرب كامل ذن وذن وذن في نفس العدد الطبيعي يعني سبحانا آ لوندا آ يوفقنا لوندا بي بترديد لوندا آن مع هذا اللوندا وعدد طبيعي غير معدوم أنا لو كان يكسمه معدوم يروح كلش عندنا كذلك 11 آ يوفقنا بي بترديد آن وسمعوا من المليح هذه رهي هايلا وآ وآ وبي وآن تقبلوا القسم على العدد الطبيعي آلف سمعوا ما معناها؟ معناها ذن وذن وذقع يقبل القسمة عندنا الحق نقسمه هنا على آلفة وهنا على آلفة وهنا على آلفة وهنا على آلفة مع آلفة لازم يكون عدد طبيعي غير معدوم لأننا من قسمه شعر على صفر 12 آ يوفق النبي بترديد آن وآ وبي يقبلني القسم على سي مع كذلك سمعوا ما يملح معناه مع سي هذا اللي قسمه عليه يكون أولي مع هذا اللي جاي في الترديد آن الداخل واش درنا هنا؟ البي جي سي دي للقيمة المطلقة لسي وآن يسوينا واحد لماذا؟ لأننا هنا سي عدد صحيح تفهمنا على الخواص طوال البي جي سي دي لازم كي يكون عدد صحيح نديره لواش القيمة المطلقة تمديد صاحة صباح هنا واش الأولاد عندك الحق تقسمه هنا وهنا هنا ما عندك الحق تقسمه لأنه أولي معه يعني يتخدم هذا الخدمة هذا هو بتلكم خواص اشفو عليهم له لأنه يساعدون في حل التماري عندنا كذلك أمر مهم جداً اللي هو رابعاً اللي هو التعداد وكما تعرفوا التعداد رهي يجي في الأسئلة الأخيرة نتع القسمة في زي التع التماري نتع الجبر عندنا رابعاً التعداد تعريف إكس عدد طبيعي عندنا مع هذا الإكس لازم يكون أكبر أو يساوي ثني يعني من المثنين ونطلعوا قال الآن عدد طبيعي أكبر أو يساوينا إكس صاحة يكتب بطريقة واحدة على الشكل هذا إكس يكتب بطريقة واحدة على الشكل لاحظوا نتابع جيداً وركزوا هنا معي إذن قلنا أكبر أو يساوينا إكس هذا آن يكتب بطريقة واحدة شوفوا شتيه شوفوا شتيه الله يرحمه وديكم تبعوه يكتب بنا آن في إكس قوة آن زائد آن ناقص واحد في إكس قوة آن زائد ناقص واحد إلى غاية أسمعوا آن واحد إكس قوة واحد حتى الآخر عدد صغير التهم هو آن سفر ويمثل آن كما التالي يعني إذا كنتم تفهموا هم ليحبا زائدوا تعلموا يكتب هكذا آن في النظام إكس كالتالي يكتب هكذا آن صفر آن واحد آن ثنين آن حتى الآن ناقص واحد حتى الآن ناقص واحد هنا ناقص واحد حتى الآن هذا كامل عدد تسمى هذه المساواة كتابة آن في النظام بالأساس إكس مثلا نحن لو نجو الولاد إلى إلى مثلا 2022 هذه وش ما نأسس راي مكتوبة فيه إلا مع لبلكمش راي مكتوبة في الأساس 10 كيف راي مكتوبة راي مكتوبة في الأساس 10 لو نجو ذركها ونعاودوا نحولوها كيفاش تنكتب ذركوا قدامكم هذه راي مكتوبة في الأساس 10 لأنه قال لك ما ندلوش في الأساس 10 لأنه هو أكثر استعمال إذا لا داعي باش ندلو دايماً هنا الأساس من الشروط اللي لازم تعرفوها مليح مليح وركزوا معي يا رحم وديكم أنه الأعداد التي تكتب هنا تحت هذا الخط لازم تكون أقل تماماً من 10 يعني ما هو ما هي أرقام النظام العشاري هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لازم يكون كنا نجو مثلاً النظام الحدي عشر شتا هو النظام الحدي عشر هو 0 1 2 3 4 5 حتى التسعة ومن بعد كي تلحق العشرة هنا نكتب عشرة أكتب ألفا النظام مثلاً عشر شتا هو هو هذا ونزيد العدل رحب آخر بيطا مثلاً نظام الثنائي اللي يسموه البينار البينار نظام الأخر التاع هو 1 2 يعني نسيبه هكذا مكتوب هنا 1 0 1 1 هذا يسموه النظام الثنائي الشرط التاع هو لازم لازم الأعداد اللي تنكتب هنا لازم تكون صغيرة تماماً الشرط الدوزيام أنه العدد اللي يكون هنا تعال ألاف مثلاً تعبيد البلاسة لازم يكون شو يساوي صفر لازم يكون ما يساوي الصفر اللي العاود ونقول ومن بعد كين هذو كالولاد رانا نزيدوا نحلوا تمارين كين حلوا التمارين ترسخوا هذه المعلومات كامل وتعودوا فاهمينها أنا أدرتكم هذا الملخص باش على الأقل التلميذي يكون عنده فكرة مسبقة على القواسي أو على الجبرة بصفة عامة هذو وشنا نحتاجوا منه كامل قوعدني اللي هي مبارنجة علينا بعدها الأولاد نحاولون نطالقوا في حل يعني التمارين نقطة بنقطة إن شاء الله نأتي بعدها أبنائي إلى الآن إلى تمرين تطبيق شامل الذي ولد في باك 2021 شعبة رياضيات رقم واحد يعني الموضوع الأول حتى نرى سخ تلك القوانين والمبرهنات لأدرسناها حيث قال لنا واحد نعتبر المعادلة ذات المجهول X Y يعني هذا الزوج كامل نسموه مجهول واحد ذي هو 42 X ناقص Y يساوي الناس 38 هذه المعادلة اسمها E قال حيث X و Y عددان صحيحة السؤال الأول قال بين أن المعادلة E تقبل الحلولا في مجموعة الأعداد الصحيحة Z B قال تحقق أن الثنائية 1 و 4 حل للمعادلة E G قال حل المعادلة E في مجموعة الأعداد الصحيحة قال A B و C أعداد طبيعية مع A يختلف عن صفر قال العدد أن يكتبون كيف يكتب؟ يكتب أن B C صفر B C في النظام ذو التعداد 5 ويكتب أن كذلك 5 C 7 A في النظام ذو الأساس تعداد 8 قال بيّن أن 13 A تساوينا 3 في 3 ناقص 42 B زياد 151 ثم استنتج أن A يساوينا 3 ثم باقى الجد A B و C ثم أكتب أن في النظام العشري يعني هنا نحن ندير ملاجعة لمن للتعداد قال 3 أدرس ألف أدرس تابعا لقيم العدد الطبيعي أن بواقى 5 أس أن على من؟ على 6 يعني بواقى القسمة الإقليدية قال أوجد باقي ماذا؟ العدد 2023 أس 1443 على 6 ثم جيم قال بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن من أن يعني أن هي العدد الطبيعي ليس هذا أن يعني حتى تفهموا مليح هذه نقصد بها أن الأعدد طبيعي أنه هذا بيّن الذي يساوينا 2021 أس 2 أس 2 أس 1 زياد 1441 أس 2 أس 1 زياد 4 يوفق لنا صفر بترديد 6 أو نقول أنه بيّن مضاعف لمن؟ الستة أو نقول بيّن يقبل قسمة على ستة هذا كلاهما كلهم جمل مرادفة لبعضها البعض ثم عندنا كذلك دلقنا نضع أه آن يساوينا 2021 أس 2 أس 1 زياد 1441 أس آن زياد إثنان في 1442 هذا هو أه آن كيف السؤال جاء قال جد قيم العدد الطبيعي آن حتى يكون آن يوفق لنا صفر بترديد 7 أو نقول أو جد قيم آن بحيث يكون آن مضاعف لعدد 6 لاحظوا الآن وليّن يحاولوا نحلوا بالاختصار حتى نربحوا الوقت إذن نأتي الآن إذن ما عليك إلا بالصبر لازم تعلموا الصبر والولاد إذن نأتي الآن إلى حل الجزء الأول ونحاول نشرحه هاو الحل هنا مكتوب إذن لحظة أولادي واش قال كيفاش نجاوب على ذا الأسئلة قال البرهان أنه تقبل حلولا كيفاش نثبت أنه معادلة كما هذه تقبل حلولا ما تقبلش صحا نقول بما أنه واش الـ PGCD تعمل تاعة 42 والواحد اللي ره هنا لمضروف في إيجراك الـ PGCD تاعة 42 وواحد شعال هو واحد سمع ما يمليح وهذا واحد اللي لقنا هتاعة الـ PGCD كذلك قاسم لمن لـ 38 فإن المعادلة تقبل حلولا عاودة أستاذ إذا كان الـ PGCD سمع ما يمليح انتع ذا العدد والعدد مضروف في الإيجراك اللي هو الواحد الـ PGCD تاهم يكون قاسم لهذا العدد 38 فإن المعادلة لها حلول لزات بتكون على علم فقط أو في زد مربع إذا كان إكس هنا عنا إكس وإيجراك إذا نقول بما أن الـ PGCD الـ 42 وواحد هو واحد وهذا الواحد اللي صمناه قاسم له 38 فإن للمعادلة حلولا وخلاص صحا السؤال الذي بعده قال تحقق أن الثنائية واحد ربعة حلل للمعادلة أ هنا وش نديره لأه هنا ذا إكس نعوضه هنا وهذا إيجراك نعوضه هنا تصبحنا 42 في واحد ناقص ربعة شعال يساوي 38 إذا ماذا نقول الثنائية واحد ربعة هي حلل للمعادلة أ خلاص هذا مكان الآن السؤال جيم قال حل المعادلة أ حل المعادلة أ والولاد هنا ركزوا معي نقطة نقطة كيفاش نحل المعادلات الديفنوسية من هذا النولة أولا نشوفه نروح نجيبوا معادلة أ هاي ونولدي حطيناها هنا وبما أنه عندنا هذا الحل الخاص اللي هو ذو الثنائية واحد ربعة هي حل خاص لهذه المعادلة وش نكتب هنا نكتب بـ 42 في واحد ناقص ماذا ربعة في إيجراك يساوي نثنين وثلاثين هاي لكم ولحظوا معي أمليح هاي لكم أو نكتب هنا عفوا عفوا سمحوا لي هنا نعوض بـ إكس وهنا نعوض بـ إيجراك شوفوا شتى صبحت لي صبحت لي ثمانية وثنين وربعين عفوا هلا يقسموا لي ثنين وربعين ثنين وربعين عفوا وهنا ثنين وربعين إذن ثنين وربعين في واحد ناقص واحد في أربعة يساوي ثمانية وثلاثة لاحظوا فكرة ندير بيطرح هذي هذي من دي شوفوا شتى راحي estre ولا دي نطرح هذي من هذي ننقص ثنين وربعين عن مشترك عفوا هنا ثنين وربعين سبحان الله كامل يعني ثنين وربعين هناك كذلك 42 لا غالب الشيخ نوردين خربط إذن خرجونا 42 عن المشترك وديروا عملية الترحي يقول لي X ناقص واحد ناقص نخرجو كذلك كل هذه ناقص واحد عن المشترك وشيبقى لنا Y ناقص ربعة ها هي ليكو وهذا ناقص ده نروح للصفر قلت درت 42 خرجتها عن المشترك يبقى لنا X ناقص واحد ناقص تعقنون ونخرجو الواحد مننا سيصبح نصبح لنا ماذا؟ نصبح لنا خرجو ذا هكذا ناقص صبح لنا Y ناقص ربعة يوسى هذا ناقص ده هو صفر همراحوا صحا وش صبحت لنا؟ شوفوا لديش رصبحت صبحت 42 X ناقص واحد ناقص واحد في Y ناقص ربعة يوسى يوسى هو صفر هذا من الدهما لنا هندينا الجهة اللي من الغد شوفوا اشتراح نطبقوا هنا نحن طبقوا قوس نقول ماذا؟ نقول واحد قاسم لهذا الجداء سمعوا ما عمله وواحد كيف هو أولي مع ماذا؟ مع 42 سمحوا لي هنا مع من؟ مع 42 لأن البي جي سي دي بين 42 والواحد هاهو الكشعال واحد بما أن البي جي سي دامن يكون يسوي واحد بين عددين فإنهم أولين فيما بينهما إذن بما أنه واحد قاسم لهذا العدد وواحد أول مع العدد 42 فإن حسب قوس يقول لنا أولادي هذا الواحد قاسم لهذا إذا كان عدد قاسم لوجوده وهذا العدد أول مع أحدهما فإنه يقسم الآخر هكذا يقول قوس هايش نصب حتى لنا؟ حسب مبرانات قوس فإنه واحد قاسم لمن لإكس ناقص واحد لأنه أول مع هذا إذن يقسم هذا ومن هو وش نقدر نقول؟ نقدر نقول إكس ناقص واحد يسوينا كا في واحد كا في واحد لو كانت هنا ثنين لكتبنا إكس ناقص واحد يسوينا ثنين كا صحة رجع هذا من يصبح لي إكس يسوينا ماذا؟ إكس زائد واحد بعدها وش ندلو الأدي؟ نجيب ذي القيمة كيما راكم تشوف فيها هاكذا ونعوضها هنا نعوضها في ذي المكان لما نعوضها ونحل المعادلة التاعي مباشرة وش راح نصيب؟ بما نكترش لهدرة هاي وش راح نصيب قيمة إيغراج إيغراج تويه ثنين وربعين كا زائد ربعة إذن ما هي حلول المعادلة دي فنصية تاعنا؟ أس يسوينا الثنائية اللي هي كا زايد واحد تا إكس وإيغراج هو ثين وربعين زايد ربعة مع كا هذا عدد صحيح لأننا رأنا نتعاملوا في الأعداد الصحيحة هذا هو الحل الثاني صحة الآن ولا دي نجو إلى السؤال الذي بعده الآن راح نخلاص كملنا مع هل المعادلة راح نجو الآن إلى التعداد وركزوا معينا مؤخرا يتح بزاف حسروا حكم منه صحة مامتع التقنية يتح لهم قالنا آ و ب و س أعداد طبيعية مع آ قلنا يختلف آن صفر لماذا قال آ يختلف آن صفر ركزوا معي يا حم والديكم أنا شرحتها في الدرس لازم دائما العدد الكبير هنا لازم هذا العدد في التعداد لازم يكون يختلف آن صفر علاه تخيلوا لو كان يجينا العدد ذا شوفوا الفرق بين ذا وشوفوا الفرق بين ذا هذا ينقراميان صح تخيلوا لو كان هذا يجي صفر والواحد هذا يجي هكتوليتولي عشرة إذن الشرط هذا بقي يعنقرم يا لازم هذا العدد اللي يكون هنا نيدي الصفر أما تخيلوا لو كان هذا قال ما يجي صفر ها كيف ينقر هذا العدد ينقر السفر إذن من الشروط أن العدد هذا اللي يجي هنا في الأخير لازم يكون ما يدي الصفر وإल لو كان يدي صفر أصبح العدد التاعي هو هذا فقط هذا باتفهمهم لي الشرط الثاني أولا دي هذا مكتف في النظام وش في النظام خمسة وذا مكتف في النظام ثمانية من الشروط اللي لازم تعرفوها في الأنظمة أنه هذا الأعداد اللي يكون هنا كامل يكون أصغر تماماً من نظام بتاعي أصغر تماماً من خمسة وهذا لازم يكون يختلف عن صفر يعني الآ لازم يكون محصور بين صفر وخمسة لكن يختلف عن صفر أما الآ يكون أصغر تماماً من خمسة وأكبر أو يسوي الصفر عندهم الحق يحبون الصفر كذلك الأعداد اللي يكون هنا لازم يكون أصغر تماماً من ثمانية مع هذا لازم يكون ما يديش صفر فتخيلوا البي صغير على خمسة والس صغير على خمسة والآ صغير على خمسة إذن كذلك هنا يكونوا كامل صغير على خمسة عليه لأنه تخيلها صغير على خمسة وصغير على ثمانية لازم يكون صغير على خمسة خاصية تعدي صح هذا الشرط لازم تكونوا تعرفوه في خواص تلمنتوع التعداد السؤال اللي انطرحلنا هنا قالنا بيّن أنه 113 يساوينا 3 في سي ناقص 42 بي زايد 151 لاحظوا هنا يا الفكرة بسيطة ولا دي صح نحبكم شوية تركزوا معي باش تقدروا جاوبوا على هذا التمارين من هذا النوع إذن واش قال؟ اللولا نجو نكتبوه العدد التاعنا N في النظام الخماسي يساوينا N في النظام لأنه عدد عدد قلنا هذا عدد هذا عدد صح؟ تبعوا نجوه الآن كيفاش نحاول نحلل هذا الأخر نحيلون أنظيمة تاعه تبعوا كيان نكتب شو كيان نكتبوه لدينا نكتب خمسة شوفو نكتب بي في خمسة أس صفر هنا تنقرأ خمسة أس صفر وهنا أس واحد وهنا أس ثنين وهنا أس ثلاثة وهنا أس ربعة تنقرأ هك بي في خمسة أس صفر زايد سي في خمسة أس واحد زايد صفر في خمسة أس ثنين زايد بي في خمسة أس ثلاثة زايد آ في خمسة أس ربعة ونبدأ نحسبه الصفر هي هي واحد تبقى لنا ب وهنا تبدأ لنا خمسة سي وهنا تبدأ لنا هذه تروح هذه تروح لنا الصفر وهذه تعطينا مئة وخمسة وعشرون ب وهذه تعطينا ستمية وخمسة وعشرين صحا نروح نفس السيناريو لدي الان الى تعنيظام الثماني هنا يقلنا صفر وهنا واحد وهنا ثنين وهنا ثلاثة تولي لي خمسة في ثمانية أس صفر زائد سي في خمسة أس واحد زائد سبعة عفوا في ثمانية هنا سي في ثمانية أس واحد هنا سبعة في ثمانية أس ثنين زائد آ في ثمانية أس ثلاثة هاي ديك ونحسبه الآن خرجتنا كذلك هذه بعدها كيفاش راح ندير باش نثبت الآن هذا السؤال تبعوا معي يا مليح يك هذا آن وهذا آن ندير مساوة بين آن هذا وآن هذا كي ندير المساوة تولادي اشترح نسيب شوفوا معي نجيب التوع هذا ونجيب التوع هذا واحد نحطوه من وواحد من علاه يا أستاذ لأن هذا آن وهذا آن خلاص شوفوا الولاد خلي الكلام ما قال له ودل هذا التوع نقلبهم كامل والتوع الآن نقلبهم في جهة واحدة هذا وهكذا وهذا وهكذا لما رجعت التوع الآ من نا والأخرين من نا خرجت لي هذه تعطيني 100 و13 لأن هذا كي رجعوا من نا وهذا كي رجعتهم من نا بين لي العدد الثلاثا خرجوا عن المشتركين خرجت العام المشترك خرجت لي هذه مباشرة بما التعبوهور خلاص رجعت التوع الآ من الجهة لأخرى والتوع اللي معنا مش الآ من الجهة اللي منها خرجت الثلاثا عن المشترك تحت في الحساب التاعي صحة الآن استنتاج أن هذا الآ يسوينا في الآخر هنا ثاني نحن نطبقوا قوس للمرة الثانية واش لدينا شوفوا لدينا واش لدينا هذا العدد وركزوا مع المليح هذا عنا ثلاثة قاسم لـ 113 آ مع هذا المية وثلاثة عشر الأولاد عدد أولي هذا المية وثلاثة عشر هو عدد أولي نقول ثلاثة أولي مع مية وثلاثة عشر إذن فإن حسب مبارهنة قوس فإن ثلاثة قاسم لـ كيف ما حكينا امتع هنا كيف كيف إذن ثلاثة قاسم لهذا الجداء وثلاثة أولي مع ذا إذن ثلاثة قاسم لـ هاي اللي قاسم حسب مبارهنة قوس بما أن ثلاثة قاسم ثلاثة قاسم لـ الشروط التوع أن ثلاثة يصبح ينتمي لمن؟ بما أن ثلاثة يقسم عدد A فإن هذه الثلاثة كنا قواسم توع من توع الآ هذه قواسم A مع الشرط اللي عندي يا الولاد أن الآ لازم يكون أقل تماما من خمسة ولا يساوي سفر هم الشروط ومن هو الولاد؟ ركزوا معي أولادي مليح وشن هي العداد؟ اللي صغير على خمسة صغير على خمسة تماما اللي هو صفر واحد واثنين وثلاثة وربعة بحيث يقبل القسم على ثلاثة شوفوا صفر الأول صفر ما يديش أن الصفر يقبل القسم على ثلاثة لكن وقال ما يديش صفر خلاص ننفو الصفر سما الواحد واحد تقسيم ثلاثة ما يقبلش ثانية تقسيم ثلاثة ما يقبلش ثلاثة تقسيم ثلاثة كم؟ واحد ربعة تقسيم ثلاثة ما يقبلش إذن شكله العدد هو ثلاثة إذن مباشرة آه هو ثلاثة الشرط الأول أن الآيكون صغير على خمسة وما يتديش صيفر وشن هي الإعداد اللي تقبل القسم على ثلاثة ما يتدي صيفر ما تدي خمسة ومحصولة لداخل هي ثلاثة برك الواحد ما يقبلش وثني ما يقبلش وربعة ما يقبلش صحة إيجاد الآن بي و سي لدينا لدينا أشعل دا دا ثلاثة خلاص الأشعل دا دا ثلاثة نجل هنا نعوضه بالثلاثة لما نعوضه هنا بالثلاثة على الأولاد هاي لكم شا تصبح لنا بعد ما نبدأو يعني نخدمو تخرج لي هكذا شوفوا شا تصبح لنا تخرج لي نفسها المعادلة اللي أولادي اللي هي ثنين وربعين هاي لكم إذن ثنين وربعين بي تخرج لي ثنين وربعين بي ناقص سي يسوينا ثمانية وثلاثين هكذا تخرج لنا وهذا المواء الجملة هذه المعادلة كي نسموها معادلة نجمة نقول معادلة نجمة والمعادلة أرهم معادلتان متكافئتان معادلتان متكافئتان عنها نفس الحلول يصبح لي بي ماذا يسوي إذن بي يسوينا إكس اللي هو نفسه هاهو إكس وهو إقلاق هاي ثنين وربعين إكس شو مليح ثنين وربعين إكس ناقص إقلاق يسوينا ثمانية وثلاثين هاي لكم إذن الحلول التي تعيشتها يستبحوهما نفسهم هذا هاهونا هذا هو يصبح لي بي وهذا يصبح لي سي هاهونا بي يسوينا كا زيد واحد وإيجراج هو نفسه سي ليسوينا ثلاثين وربعين كا زيد أربعة لكن الشرط اللي يقولنا عليه أنه لازم هذا الأعداد تكون صغير على خمسة إذن بي يكون محصور بين السفر والخمسة والس يكون محصور بين سفر وخمسة بيحققنا في هذا العلاقة إذا ما الكا شعال يدي يدي هنا سفر تخيلوا كا ده سفر بي شعال يصبح سبح لنا واحد تخيلوا هنا الكا يدي سفر يقرأ السي شعال يصبح يصبح ربع واحد داخلوا يقول آه أش سهل آه ولو كان ندي واحد كا يدي واحد تصبح لنا بي شعال ثنين عاودوا تشدوا هنا واحد تقول لنا ثلاثة وربعينين زايد شعال زايد ربع ستة وربعين أس كنت تبقى عليه أنه السي كو المحصور بين سفر والخمسة مستحيل هم توقفاش هذه الفكرة وهذه الفكرة تقريبا لش فيناها كامل جاء في اللي باكبذ العقلية خلاص الآن كتابة آن في النظام العشال فالنظام العشال هنا ما تتعبوا لدي ما هو هنا يا عنا ها هو هنا آن واحد فيهم ها هو عندنا آن تعجيها وخلاص إما لا إما لا روحوا عاوضوا لي هنا يا شوفوا لدي عاوضوا هنا يا بالآ اللي القيناه واللي بي القيناه ولا عاوضوا هنا بالآ وهنا بالسي وعاوضوا رايحين تسيبوك تعاوضوا ها خمسمية عاوضوا بغيتوا قلتكم في ذا الجهة ولا في ذا الجهة ونحبي تعاوضوا تعاوضوا هنا إجوز تعاوضوا هنا إجوز عاوضوا هنا بالسي وهنا بالبي وهنا بالأ ولا في الدوزيام ذي عاوضوا هنا في الس وهنا بالأ رايحين تصيبوا كي تعاوضوا تصيبوا ألفين وواحدة وعشفل خالي الكلام ما قاله ودل كيش بدنا الأ والبي والس نروحوا هنا يلفوك بغيت أن عاوض في اللول ولا في الثاني الأ والبي والس تخرجنا العدد التالي بعد ما أنهينا الآن من هذا ولادي رايحين نروحوا إلى الجزء الآخر الجزء الآخر واش قال لنا؟ قال أنا أدرس تبعا للعدد الطبيعي قسم الإقليدية خمسة أس أنا على ستة هذا سؤال من أكثر الأسئلة الشويعا في الجبر درست بواقي هنا كيف أندي لولاد شوفوا معايا يا أولادي لولا نبدأ وقام نعطوه له سفر تولينا خمسة أس صفر خمسة أس صفر شعال واحد واحد باقي والباقي من الشرط يجب أن يكون صغير على ذا العدد وعدد طبيعي خمسة أس واحد شعال خمسة خمسة ما زالت صغيرة على ذا إذن باقي خمسة أس ثنين خمسة أس ثنين شعال هي خمسة وعشرين ندير بالآلة الحاسبة خمسة وعشرون تقسيم ستة وندير واحدة الزرة فيما عندكم موجودة كم تعرفوه نخرج لك الباقي ديرك واحد غير نصيد كما حكذا ما قدر شوف الباقي اللي هو شعال واحد ودو زيان خمسة طروزيان واحد نحبس القسمة أصبحت قسمة دورية لو نعاود نزيل نحسب الآن يجيني خمسة وتبقى قسمة دورية دايما قسمة دورية الآن نقول القسمة دورية دورها روح تشو نعدوش عالم المرة وحبسنا واحد زوج قسمة دورية من الشكلة ثنين كان مرات وين تحسب الصيبة هنا تمشي 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 واحد ربح حالات ولا خمسة تقول قسمة دورية دوروها خمسة هاي هاي دوروها ثنين على مشينا زوج مرات حبسنا خرج واحد خمسة بعد جيلي واحد خمسة ويبقى واحد خمسة شعال زوج مرات ونحبسه كان وين تخرج لنا كبيرة بزاف على حساب تمارين ثنين كا زايد صفر ولا ثنين كا زايد واحد لو كان نزيد تمشي نكتب هنا ثنين كا زايد ثنين زايد ثلاثة ونجو رايحي وهنا نكتب خمسة اس ان يوافق الباقي اللو شعال واحد الباقي الثاني شعال خمسة بترديد ستة ونكتب له هنا بواقي خمسة اس ان على ستة شعال هي الواحد قال لي اوجد باقي الفين وثلاثة وعشر أس الف وربعمائة وثلاثة وربعين على من على ستة هنا وش تقول القاعدة اولادي نحكم الالة الحسيبة التاع ونقسم الفين وثلاثة وعشر وعلى ستة ونش بد الباقي التاع خرجنا الباقي التاع نكتب حسبنا شعال خرج الولاد خرجنا واحد الواحد من الشرط كان نزيد هنا قوة 1443 هنا 1443 الواحد اي عدد الواحد كنتدروا له اي قوة شعال يبقى واحد اذا الباقي التاع هي شعال هو واحد اذا الفين وثلاثة وعشر أس 1443 الباقي التاع على ستة شعال هي واحد وخلاص لان الواحد كنتدروا له اي قوة يبقى واحد الان البرهان النوم بيئان يوفق لنا سفر بترديد ستة أنجو هنا يا البيئة كيف نبدأ بالشوية عنا الف نبدأ بذا الفين وواحدة وعشرين نقسمها على ستة الفين وواحدة وعشرين نقسمها على ستة شعطتنا عطتنا كم؟ خمسة آه مادم عطت لي خمسة اسم الجوب رفض طابلو التاعي هذا هنا ليه مرحلش في الطابلو لأن الباقي التاعي يخرج واحد الواحد ما يأثرش خلاص صحة ركسي والولاد إذا نتولينا الفين وواحدة وعشرين توفق النار خمسة بترضي ستة نزيدو لها منها ثنين آن ونزيدو لها منها ثنين آن على هزيدو لها ثنين آن أستاذ لأن هاي فيها ثنين آن نجو للطابلو التاعي هنا شوفوا معايا خمسة اس ثنين آن في بلاس تلك حطوا آن شا تصبح خمسة اس ثنين آن شعال باقي التاحة؟ الباقي التاحة واحد هاي لكم قرأوها كأنما خمسة اس ثنين آن لأنها كا عدد طبيعي وأنا عدد طبيعي صحة شعال باقي التاحة؟ واحد دركن جول ذا 1441 1441 شعال توافق واحد الواحد كين دلوله اي قوة شعال يبقى هو واحد السمه تصبح 1441 اسان توفق انا ثان واحد لان الواحد اي قوة دلوله واحد خلاص تولينا واش بان يوافق الول شعال جابه الول باقي التعوه واحد الثاني الباقي التعوه واحد زيد شعال زيد ربع هايلك زيد ربع الواحد والواحد والربع شعال تولي 6 6 تقسيم 6 شعال الباقي تقولوش لستة تقسيم 6 وواحد لا لابد باقي شعال سفر وهو الجواب اي ماذا يمكن ان نقول انه بان يقبل القسمة على من على الستة او من مضاعفة 6 كيف كيف بعد هم الولاد نجل الان الى السؤال دال قال نضع ا ا ان يسايني 2021 اس اثنين اان زائد 1441 اس اان زائد اثنين في 1442 اان قال جد قيم العدد الطبيعي اان حيث ا ا ان يوفقنا صفر بترديد ستة نتابع هنا جيدا ولادي نقطة نقطة اذا نأتي الان الى ايجاد قيم اان حيث قلنا ا ا ان يوفقنا صفر بترديد ستة او انه معناه ا ا ان يصبح من مضاعفات ستة وشن دير الولاد جيت الولاء في الول عنا 2021 اس اثنين انا نرى نصيبنا الباقي التحى الاول اللي هو شعال القناة واحد و الف كذلك و 1441 اس اال قناة الباقي التحى واحد يعني هنا نعوضها بواحد وهنا نعوض بواحد شات صباحة لكم ولادي اذا هذا عوضناها بواحد وهذا بواحد و منا خليناها وجينا ال 1442 كذلك قسمناها علاما 1442 قسمناها على ستة صبنا شعال باقي هنين لكن هنا عندي اسآن درت منا اسآن و منا اسآن من خواس الموافقات خضاء الصحة ولادي يذلك وش ندير نجي هذا نعوضه هنا وهذا نعوضه هنا وهذا نعوضه هنا هنا أفوال هذا نعوضه هنا وهنا وهنا هاي ليكم الواحد في بلاست 1421 لاخر في 1441 ولاخر في اثنين في الف في الف وربعمية وثنين وربعين هنا ودرنا هنا يوافق صفر لأنه وقال لي وفق صفر خلاص بعدها وش ندير هذا رجعتها مننا صبحت هذه للتخلص من ناقص نوضيف الترديد ماذا يقولون نضرب نضرب نوضيف الترديد وضفنا أشعال ستة صبحتنا أشعال أربعة قلت تسعى وحدة الخاصية إذا كانت هذا وهذا 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 كامل يقبل القسم على عدد غير معدون عندي الحق نقسم هنا على اثنين وهنا على اثنين وهنا على اثنين كالي يقول لي هنا لم أقسمتش ها كامل ها كامل ها دين دين ها 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 هذا وهذا معادي يروح وهذا معادي يروح شاتب قائلت بقالي اثنين أس آن يوافق ناثنين بالترديد ثلاث ترديد ترديد على زوج الآن كيف ندرس بواقي ثنين أس آن على من على ثلاث أدرسناها من أجل آن يساوي سفر واحد واثنين صبنا ها القسمة الدورية دور تحاوي ثنين كابرك على شوفوا واحد ثنين واحد وانا رايح كاليبول دايما هاك لا بعض التمارين درس الطابل التعي آن يساوي وثنين آن توافق توفق لنا واحد وتوافق لنا ثنين الروح وينهي الخانة اللي تخدم لي للخدمة ثنين آن يوافق ثنين بترديد ثلاثة ثنين آن يوافق ثنين بترديد ثلاثة أنه آن شعاري يساوي ثنين كا زايد واحد مع كا عدد طبيعي لأنه قال لي آن عدد طبيعي خلاص هذه هي أي آن عدد كيف هو فردي هذه حالة استثنائية كل عدد مكتوب عدد زوجي زايد عدد فردي ثنين كا زايد واحد هذا عدد فردي مثلا خمسة كا عفوا عفوا ستة كا زايد واحد هذا عدد فردي مثلا أي عدد زوجي مضروب فيك هو عدد مضروب عدد زوجي مضروب في عدد هو عدد زوجي يزيدلي الواحد ولا زدوله عدد فردي دائم وفالآخير أدعو لي ربي سبحانه شاهفيني من عيني والترحم على الرحمة الطاهرة مع تحية الأستاذ نوردين وبرافو يلي صبرتو على الفيديو السلام عليكم ربين جاهكم إن شاء الله